أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيف ما تحيا أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيف ما تحيا وَمَنْ يَرْعَاكَ لَا يَنْسَاكَ دَوْمًا كَيْفَ مَاكَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على ما يوليه حمدا يرضيه والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من اهتدى بهديه واتبع طريقته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد مرحبا بكم في هذا البرنامج الجديد في شهر رمضان رحمتك يا رب رحمتك يا رب هو ده البرنامج اللي احنا نشتغل فيه إن شاء الله مع بعضنا طول شهر رمضان حنقف كل يوم على باب من أبواب الرحمة وأول باب حنقف عليه النهاردة باب التوبة اللهم توب علينا يا رب نفسك تترحم ولا ما نفسكش وانت كمان سؤال ليك نفسك تترحم من ربنا ولا لا طبعا نفسنا كلنا نترحم اللهم ارحمنا يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين أبواب للرحمة زي التوبة زي الإنفق في سبيل الله زي التحلل من المظالم زي قيام الليل زي الاعتكاف أبواب كثيرة 30 باب للرحمة ذكروا في القرآن وفي صحيح السنة المطهرة أسأل الله أن يتقبل منا أول حاجة التوبة عايزين نبدأ الليام والليالي الجميلة اللي احنا فيها دي إن شاء الله بالتوبة إلى الله التوبة من كل صغيرة وكبيرة التوبة من اللي احنا فكرين من الذنوب ومن اللي احنا كمان نسيناه التوبة من كل شاردة وواردة التوبة ليرحمنا الله عز وجل إيه الدليل على إني اللي تبرد بنا يرحمه قال الله عز وجل في سورة الأنعم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم كتب ربكم على نفسه الرحمة الله يحب أن يرحم عباده الله يريد أن يرحم عباده كتب على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ربك غفور رحيم المهم أنك أنت ترجع لربنا واتوب وتصلح وتندم وتعزم أنك أنت مش هتعمل كده تاني أي ذنب أنت فكره أي ذنب حتى أنت نسيده أي ذنب صغير كان أو كبير تعزم أنك أنت لن تعود إليه مرة أخرى التوبة مرآة إذا نظرنا في مرآة التوبة يتبين لك قبيح أفعالنا اللهم توب علينا يا رب أنت عارف أن ربنا بيقبل التوبة ممن يتوب ولا لأ الله يحب أن يتوب على عباده الله يقبل التوبة من عباده قال الله ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده و يأخذ الصدقات ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ربنا بيقبل التوبة المهم أنك أنت تتوب لكن لو رب العزة جل جل لدك المهلة و أنت ما تبتش يبقى اللوم عليك أنت ينبغي أن تتوب اللي يام بتفوت إلا يالي بتجري اللي يام الجميلة أيام المغفرة و العطق من النار أيام الرحمات أيام البركات حتفوت أو عتفوت من غير لما تتوب لو رأيت التائب لرأيت جفنا مقروحا لأنه وقف على باب الله مطروحا تاب إلى الله توبة نصوحا التائب الذل قد علاه و الحزن قد وهاه يذم نفسه على هواه ينبغي عليك أن تقدم الدموع و تقف على باب الرجوع و تسأل الله عز وجل بخشوع أن يتوب عليك اللهم توب علينا أجمعين إخوتي إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب موسيء النهار و يبسط يده بالنهار ليتوب موسيء الليل لحد إمتى حتى تطلع الشمس من مغربها ما بقىش قدامك حقة ينبغي أن تتوب من حلم الله بك ينبغي أن تستعمل ستر الله بك فيما هو حسن الله يغار و من أجل ذلك حرم الفواحش إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد و العبد قائم على معاصيه مش عايز يتوب فاعلم أن ذلك استدراج يعني كل لما رب العز وجل و يديك و أنت ما تبشي يبقى ده استدراج قال الله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون بخايف اللي يم تفوت منك و تمر و عمرك كل يروح من غير لما تتوب علشان كده منصحك أول حاجة لازم تبدأ بيها في اللي يم الجميلة دي و اللي يم الجميلة دي التوبة و ده أول باب من أبواب الرحمة اللهم ارحمنا يا رب رحمتك يا رب الحمد لله الذي جمعنا على رحمة الله عز وجل جمعنا على أطيب الحديث جمعنا على قول الله و حديث سيد البشر لعل في هذا كفاية و أسأل الله تعالى الهداية و صلى الله وسلم و بارك على نبينا محمد و الحمد لله رب العالمين و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا و من يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا و من يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا